ينظر العالم بترقب إلى مجريات الحرب في غزة وإلى الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل في قادم الأيام لحسم معركتها هناك وحول النهج المتوقع للقيادة الإسرائيلية في التعامل مع الأمور أوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية معلومات عن نية إسرائيل التأني في شن عملية برية واسعة النطاق واللجوء للحذر لأسباب من بينها الخش من الخسائر البشرية المتوقعة والمخاوف من ابتداد الصراع إلى حزب الله في الشمال فضلا عن الضغوط السياسية الداخلية على رئيس الحكومة بن يامين ناتينيوهو وتوقعت بلومبرغ أن تستمر الحملة من ستة أسابيع إلى ستة أشهر وفقا لعدد من المسؤولين لأن الهدف يختلف عن الصراعات السابقة مع غزة عندما كانت الخطة تتمثل في ترك حماس متضررة مع الإبقاء عليها لتتحول الآن إلى الرغبة في تدميرها كمنظمة وضمان أن غزة لم تعد مصدرا للعنف ضد إسرائيل قرار الشروع في غزون بري يشير بالفعل إلى تحول في التركيز بعيدا عن التفاوض بشأن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال توغلها في السابع من الشهر الجاري ويشير أيضا إلى الاعتقاد بأن حزب الله المدعوم من إيران سوف يكتفي بمناوشات قصيرة بدلا من القتال الشامل والهدف الآخر الذي تتم مناقشته على نطاق واسع هو أن إسرائيل لن تعيد قطاع غزة بالكامل إلى من سيحكم في نهاية المطاف بدلا من حماس وتخطط لإنشاء منطقة عازلة لمنع تكرار أي هجوم يهدد أمنها ترجمة نانسي قنقر